مع استمرار الأزمة السياسية والشعبية الراهنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي تقف الأقليات في العراق بحالة ترقب خشية تفاقم الأزمة واحتمال حصول عكاسات سلبية على واقعهم المترد أصلا كما يقولون ممثلو هذه الأقليات يأملون انتهاء الأزمة سريعا والخلاصة من هذه الحالة التي وصفها بعضهم بالفوضى السياسية الكرد الفيليين كباقي أفراد الشعب العراقي لهم نفس إحساس القلق والشعور بعدما للاستقرار السياسي وكذلك يترقبون الخروج من هذه الأزمة بدون المزيد من الفوضى السياسية وبدون تأزم الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد وبصراحة الكل يتمنى الحصول على حل سريع للخروج من هذه الأزمة بدون أن تتفاقم أكثر من ما هي عليه الآن ضعف التمثيل السياسي للأقليات واعتمادها على مبدأ الكوتا سواء في البرلمان أو خارجه أضعف مواقفها السياسية وجعلها في كثير من الأحيان غير مؤثرة حسب تعبير بعض ممثليها ما موجود هي منظمات تجمعات لذلك لا تستطيع أن تشكل مبادرة صراحة قوية لهذا الموضوع هذه المبادرات عادة ما تكون من أطراف سياسية لها متحدث لها وقعها السياسي ومع هجرة أعداد كبيرة من أتباع الأقليات الدينية والعرقية إلى خارج العراق فإن الأزمة السياسية الحالية دفعت بآخرين إلى نزوح من المناطق التي تتفاقم فيها الأزمة السياسية بعضهم نزح عن العاصمة بغداد خشية حدوث أي تصعيد محتمل الأزمة أثرت فعلا على المكونات الصغيرة وتحديدا شعبنا هناك تخوف واضح وهناك فغدان للثيقة بالعملية السياسية بأكمله وبرماتها هناك عوائل قد قررت فعلا الخروج من بغداد والتواجح أما لأربيل أو للأردن أو لبنان بهدف الهجرة تخوفا من أي تصعيد أو خروج الأمور عن سيطرتها تأثير الأزمة السياسية على الأقليات الدينية والعرقية تجاوزت جوانب المتعلقة بحجم التمثيل السياسي إلى الشعور بعدم الأمان مع استمرار حالة الاحتقان بين الأطراف المتخاصمة يوسف الحسيني الحرة أربيل